نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية أم فانت كاتخ أهلا بكم تحل اليوم العاشر رمضان ذكرى وفاة أبي الأمة جلالة المغفور لها محمد الخامس وهي مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة قاطبة التضحية الجسام التي بذلها الملك الراحل من أجل بلاده وشعبه وكذا نضاله وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال واللحمة القوية التي تربط بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد وشكلت وفاة المغفور لها محمد الخامس في 26 فبراير عام 61 تسعمائة وألف رزقا فادحا للأمة ولحركات المقاومة والتحرير التي كانت ترى فيه أحد أبرز أقطاب حركة التحرر الوطني ورمزا لكفاح الشعب من أجل الظفر بالاستقلال والكرامة والتقدم على سعيد آخر استقبلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمسي سفير صاحب الجلالة بواشنطن يوسف العمراني في إطار اجتماع عمل حول أفاق التعاون بين المغرب وهذه المؤسسة المالية الدولية وذلك قبيل اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدها بالعاصمة الأمريكية من 17 إلى 19 أبريل المقبل وخلال هذا اللقاء هنأت جورجيفا المغرب على الترتبات الممتازة التي تم اتخاذها من أجل التنظيم الناجح للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في مراكوش في أكتوبر الماضي وأشهدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بالتقدم الاقتصادي الكبير الذي حققته المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس ودوره النموذجي في البناء الاجتماعي والتنمية من جانبي أبرز سفير جلالة الملك التعاون طويل الأمد القائم بين المغرب وصندوق النقد الدولي نعود مشاهدين إلى المغرب حيث اندلع أمس حريق مهول في واحة ولاد شاكر بجماعة أفوس التابعة لإقريم الراشدية حسب مع علم لدى القيادة الجهوية للوقاية المدنية بدرعة فلالت والتفاصيل مع سكينة مصرية تعرضت واحة ولاد شاكر بجماعة أفوس التابعة لإقليم الراشدية لحريق مهول أتى على حوالي 900 نخلة بحسب القيادة الجهوية للوقاية المدنية بدرعة فلالت السنة اللهب انتشرت بسرعة بفعل الرياح القوية التي هبت على المنطقة لكن السلطات المعنية عبأت وسائل لوجستيكية وبشرية من أجل السيطرة على النيران وإخمادها تم اندلع الحريق حوالي الساعة العاشرة والنصف وتم استعمال مجموعة المعدات الوقاية المدنية منها ربعا ديال الشاحنات وجوج ديال السيارة التي تحمل المضخات على متنها بالإضافة إلى ربعا ديال الشاحنات الصاريجية ديال القوات المسلحة الملكية وشاحناتين صاريجياتين ديال البلدية حوالي حشر سيارات لتم استعمالها في الإخمادات الحارق وكانت الحصيلة المؤقتة لحد الآن حوالي 11 هكتار وتم تطويق الحارق حوالي الساعة الثالثة أو الثالثة والنصف تواصلت المجهودات وتكتفت فأخمدت النيران دون تسجيل خسائر في الأرواح وذلك بفضل تدخل عناصر الوقاية المدنية بمساعدة السلطات المحلية وعناصر من القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والدرك الملكي أهابت وزارة التجهيز والماء بجميع مستعملية الطرق والطرق السيارة توخي الحطة والحذر على إثر نشرة إنذارية صادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية التي تتوقع هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار بعدد من الأقاليم اليوم وغدا وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه على إثر نشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية التي تتوقع هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار بأقاليم وجد أنجاد وجرادة وفقيغ وتوريرت وميدلت وأزلال وورزازات وبلمان وتنغير والراشدية وقرسيف وصفر وإفران وخنفرة وبني ملال فإن وزارة التجهيز والماء تهيب بجميع مستعملية الطرق والطرق السيارة توخي المزيد من الحطة والحذر نظرا لضعف الرؤية أو انعدامها في مثل هذه الأحوال الجوية دوليا مشاهدين دعا الرئيس السينيغالي ماكيسال خلال مجلس للوزراء الفاعلين السياسيين والمواطنين إلى التصويت يوم الأحد في هدوء وسكينة للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية للسينيغال وأضح بلاغ لمجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية طلب من الفاعلين السياسيين والمواطنين الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية بالتوجه إلى مراكز الاقتراع يوم الرابع والعشرين مارس الجاري في هدوء وسكينة كما نوها ماكيسال بالسير الجيد للحملة الانتخابية في ظل السلام واحترام دولة القانون من أجل تعزيز إشعاع الديمقراطية السينيغالية وقوة المؤسسات دوليا دائما أعلنت أوكرانيا أنها أسقطت 31 صاروخا أطلقتها روسيا في تجاه كييف في أكبر هجوم يستهدف العاصمة الأوكرانية منذ شهر فبراير ويأتي الهجوم في وقت تحقق القوات الروسية بعد التقدم الميداني مستغلة معالاة القوات الأوكرانية من نقص في العدة والذخيرة في ظل تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية كما يأتي الهجوم غادة إعلان روسيا وأوكرانيا عن ضربات تسببت في مقتل عدد من المدنيين على جانبي الحدود حيث تزايدت عمليات القصف في الآونات الأخيرة نبقى في شان الدولي حيث قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن حجم الجوع في جميع أنحاء السودان يثير قالقا كبيرا حيث من المرجح أن تنزلق بعض المناطق إلى حالة كارثية من انعداب الأمن الغذائي مع اقتراب موصب الجفاف في ماي المقبل والتفاصيل مع صفية عصمان نائب مدير ملظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو موريتيو مارتينا يؤكد أن حجم الجوع في جميع أنحاء السودان يثير قلقا كبيرا حيث من المرجح أن تنزلق بعض المناطق لا سيما في غرب ووسط دارفور إلى حالة كارثية من انعدام الأمن الغذائي مع اقتراب موسم الجفاف في شهر ماي المقبل في إحاطة قدمها خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث مسألة عدام الأمن الغذائي في السودان في ظل ما يشهده البلد من قتال أودى بحياة الآلاف وعرض الملايين لجوع كارثي أكد المسؤول الأممي أن الصراع يزيد من أزمة الجوع ويقيد الإنتاج الزراعي ويدمر البنية التحتية الرئيسية وسبل العيش كما يقيد وصول المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى نزوح واسع النطاق وأوضح موريتسيو مارتينا أن انتشار القتال يؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي خاصة مع وصول الصراع إلى مناطق جديدة نعود مشاهدين إلى الخبر الوطني حيث نظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمدينة الدار البيضاء حفل توزيع شهادات النجاح على خريجي الفوج الرابع للأكاديمية الاجتماعية التابعة له بمدينة دار البيضاء نظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب حفلاً لتوزيع شهادات النجاح على خريجي الفوج الرابع للأكاديمية الاجتماعية التابعة له نحتفل اليوم بالفوج الرابع من الأكاديمية الاجتماعية التابعة للالتحاد العام لمقاولات المغرب وهذا التكوين من شأنه أن يسمح للمقاولين بتقدير العلاقة الاجتماعية التي تجمعهم مع موظفيهم وشركائهم بشكل أفضل الحفل شكل فرصة لمكافأة 23 مهنياً من هذا الفوج يمثلون 17 شركة تابعوا دورة ماجستير في إدارة العلاقة الاجتماعية كما تم التأكيد على أهمية هذا التكوين فيما يتعلق بتحسين ظروف العمل وتعزيز إنتاجية المقاولات التكوين الأطر في ميدان تدبير الموارد البشرية في إطار الأكاديمية الاجتماعية فهذه مبادرة نحبدها ليكون لنا مع من نتحاور في مستوى يليق ببناء علاقات مهنية وشراكة اجتماعية في المستوى خلال الحفل تم الإعلان كذلك عن إطلاق الفوج الخامس للأكاديمية الاجتماعية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب بتاريخ عشرين مارس وهو يوم الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لتأسيس أول مركزية نقابية بالمغرب الاتحاد المغربي للشغل سنة 1955 وفي إطار المبادرة الوطنية المتعلقة بإحداث 150 قاعة للسينما تعزز المشهد الثقافي بمدينة مراكوش بافتتاح قاعة سينمائية جديدة بالمركز الثقافي الدوديات تبلغ طاقتها الاستعابية 130 مقعدا المشهد الثقافي بالمدينة الحمراء تعزز مؤخرا بافتتاح قاعة سينمائية جديدة بالمركز الثقافي الدوديات تبلغ طاقتها الاستعابية 130 مقعدا وذلك في إطار مشروع افتتاح 150 قاعة سينمائية على الصعيد الوطني الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل هذه القاعة السينمائية المجهزة بأحدث المستلزمات الفنية واللوجيستيكية والضرورية لتنفيذ البرمجة الثقافية والفنية لمديرية الثقافة تتواجد بمنطقة حيوية تعج بالمؤسسات التعليمية والتجمعات السكنية تجعل من الممكن تعزيز إقبال المواطنين بكل فئاتهم على هذا الصرح الثقافي هذه المبادرة التي أخذتها والسيرة على وزارة التقافة من أجل إحداث 150 قاعة سينمائية كيف قلنا أن تعيد الروح للسينما أن المشاهدة السينمائية ماشية والتلفزيون ماشية وسائل التواصل الاجتماعي لأسف السينما عند طعم خاص عند طعم روحاني قداسي أعتقد أن هذا المشروع سيعيد الحياة للقاعة السينمائية سيعيد الوهج ما بين المتقم المتفرج وما بين الشاشة القبرى بالإضافة إلى هذه القاعة السينمائية تم على المستوى الجهوي تعزيز مشهد القاعات السينمائية بتجهيز قاعة مدينة الفنون وقاعة العروض سيدي كاوكي بمدينة آسفي ويروم هذا المشروع تعزيز قطاع الصناعة الثقافية والسينمائية بالإضافة إلى إحداث دينامية ثقافية وفنية في مختلف مدن وأقاليم المملكة إلى فاز حيث جرى تنظيم لقاء توصلي وتوعوي حول برنامج جو سياحة وذلك بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجياء بشراكة مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة هشان فرحان والتفاصيل مئة مقاولة سياحية بجهة فاس مكناس كانت على موعد مع هذا اللقاء التوصلي حول برنامج جو سياحة الهدف إلى مواكبة المقاولات السياحية لخلق عرض ترفيهي مبتكر ومتنوع لدفع وجهة المغرب نحو مرحلة جديدة على مستوى التجارب السياحية هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز وتشجيع الاستثمار السياحي على المستوى الوطني وذلك من خلال دعم الاستثمارات في أماكن الإقامة السياحية المدعومة بعروض الترفيه والتسلية كما أنه يرم مواكبة المؤسسات السياحية بالجهة في الجانب التقني المتعلق بالمواكبة والهندسة وتقديم الخدمات وتم خلال هذا اللقاء الإشارة إلى الفرص التي سيتيحها البرنامج للمقاولات السياحية بالجهة ودوره في مواكبة مدينة فاس تحديداً استعداداً للأحداث الرياضية المقبلة التي ستنظمها المملكة لسيما كأس أفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030 ويتمحور برنامج جو سياحة حول ثلاثة عناصر أساسية هي دعم الاستثمار والخبرة التقنية لدعم التنفسية ودعم النمو الأخضر وهو يهدف إلى مواكبة 1700 مقاولة سياحية في أفق 2026 بغلاف مالي قدره 720 مليون درهم ورياضية المشاهدين أصفرت نتائج قرعة دور كرة القدم للرجال للألعاب الأولمبية باريس 24 و 2000 التي أجريت مسام سيبي باريس عن تواجد المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الثانية رفقة كل من الأرجنتين وأوكرانيا والمنتخب المحتمل للمرتبة الثالثة في كاسياسيا لأقل من 23 سنة وكان المنتخب الوطني حجز تذكرة الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها العاصمة الفرنسية باريس هذا العام بعد تتويج بكأس إفريقيا للأمم هذه السنة لهذه الفئة التي أقيمت بالمملكة خلال السنة الماضية على حساب المنتخب المصري هذا ووضعت قرعة دوري كرة القدم للسيدات للألعاب الأولمبية باريس 24 و 2000 التي أجريت مسام سيبي باريس المنتخب الوطني المغربي في حال تجاوز نظيره الزامبي في المجموعة الثانية إلى جانب كل من الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا ويواجه المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية نظيره الزامبي يومي الخامس والتاسع أبريل المقبل برسم الدور الرابع والأخير من التصفيات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية من أجل حجز إحدى التذكيرتين المؤهلتين للألعاب الأولمبية عن القارة الإفريقية وفي روبرتاج هذه النشرة مشاهدين تعرفوا الحركة التجارية منذ أول أيام هذا الشهر الفضيل بالسوق المركزي بالدار البيضاء دينامية مهمة تشمل مختلف المحلات والفضاءات التجارية المتواجدة بالسوق البيضويون تربطهم علاقة خاصة ومتميزة بالمرشي سنترال علاقة متجذرة في التاريخ وتنتقل جيلاً عن جيل روبرتاج ردوار مستقل رواج مهم وإقبال كبير يعرفه السوق المركزي بالدار البيضاء خلال هذه الأيام حيث يتوفد البيضويون على هذا الفضاء في رمضان للاقتناء من مختلف المحلات والفضاءات التجارية المتواجدة بالسوق وعلى رأسها الفضاء الخاص ببيع الأسماك التي تعد من بين المكونات الأساسية لمائدة الإفطار لدى عدد كبير من الأسر البيضوية في إطار هذا الشهر رمضان الكريم لكنت منه لجميع المغربية في الصحة والعافية الأسماك تتعرف واحد الإقبال لأنه ضروري خاصة المائدة المغربية تكون فيها الأسماك ويضم السوق المركزي أو المارشي سنترال كما يحل للبيضويين تسميته والذي يعد أحد أهم الأسواق وأقدمها بالعاصمة الاقتصادية يضم عدة مناطق مقسمة حسب المنتجات منها المخصصة لبيع الأسماك وأخرى لبيع اللحوم وللمطاعم وباعة الخضروات والفواكه بالإضافة إلى باعة الورود وغيرها نختم مشاهدين هذه النشرة من سلاء حيث أحيت فرقة الحضرة النسوية السلوية أمسية في فن المديح النبوي وذلك في أولى أمسية الدورة الثانية من المهرجان الرمضاني ليالي سوق الغزل ألتفق برئاسة سعاد الغريسي قدمت مجموعة الحضرة النسوية السلوية وصلات في فن المديح النبوي بساحة سوق الغزل التاريخية بالمدينة العتيقة لسلاء استمتع من خلالها الكبار والصغار بهذا الفن أجواء روحانية غمرت المكان وذلك في أولى أمسيات الدورة الثانية من المهرجان الرمضاني ليالي سوق الغزل الذي تنظمه جماعة سلاء ومؤسسة سلاء للثقافة والفنون تستقليل ساحة سوق الغزل تورتي اليوم طلاق المهرجان لليل رمضان وهي فرصة بالاستمتاع بمجموعة من صحرات الغنائية والموسيقية التي تنتظم في موضوعها مع طابع الديني والصوفي إلى جانب هذه الأمسية يتضمن برنامج الدورة الثانية لمهرجان ليالي سوق الغزل ثلاث أمسيات أخرى وذلك سعيا من المنظمين لتقوية حضور هذه الفعالية الرمضانية بالاعتماد على مجموعات سلوية نراقية تشتغل على الطرب الأندلوسي وتراث الملحون وتراث العيسوي علاوة على فن المديح والشعر الصوفي لونا نصل مشاهدين إلى خطام هذه النشرة شكرا لكم على حسن متابعة إلى اللقاء